الى اليمن حيث افادت مصادر الحدث بخطف جماعة الحوثي اللواء يحيى المراني رئيس الامن الداخلي في جهاز الامن السياسي من وسط صنعاء الى جهة غير معلومة وكان اللواء المراني يشغل في السابق منصف رئيس فرع الامن السياسي في مدينة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي وتم تعيينه في الامن السياسي في صنعاء عام 2011 وكان اكثر من خمسة مسلحين حوثيين قتلوا في مواجهات مسلحة في منطقة خبزة بمدينة رداع وسط اليمن دائما في اليمن نقلت صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر عما وصفتها بالمصادر المطلعة ان الفترة المقبلة ستشهد صدور مزيد من القرارات باجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا في الدولة ومؤسساتها للمزيد حول ذلك انتقل الى الزميل حسين الطاود ولديه تفاصيل اوفى حسين اليك تفضل شكرا محمد محمد في صياق متصل اعلنت مصادره في الهيئة العامة للطيران المدني اليمني ان متمردي جماعة انصر الله الحوثيين اقتحموا مقر الهيئة في صنعاء وسيطروا عليها احتجاجا ورفضا لقرار رئاسي باقالة مديرها العام حامد فرج يأتي هذا بعد حصول الحوثيين على مراكز هامة في دوائر ومحافظات الدولة مع اصدار الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي جملة قرارات بتعيين سبعة محافظين جدد مجملهم قريبون من الحوثي واعضاء في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح التعيينات الجديدة كشفت بحسب خبراء عن سطوة الحوثيين على صانع القرار في صنعاء بشكل موازن لسطواتهم التي يفرضونها على الارض من خلال الانتشار العسكري في المحافظات والتي تواجه برفض الناشطين كما هو الحال في تعز وحتى الان بسط الحوثيون وفق تقارير يمنية سيطرتهم على تسع محافظات من اصل واحد وعشرين محافظة على الاقل بالاضافة الى وجود ممثلين لهم في الوزرات ومؤسسات الدولة الاخرى التي تشرف على عملية صنع القرار واظهروا في الآونة الاخيرة تحديا مباشرا للرئيس هادي وسلطة الحكومة الجديدة حيث رفضوا مثلا تعيين رئيس اركان جديد واقتحموا البنك المركزي واطاحوا بمدير ثاني اكبر ميناء في البلاد في الحديدة كل ذلك يأتي في وقت حذر المتمردون الحوثيون من ما سموه الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية معلنين رفضهم فرض خيار الستة اقاليم في نصوص الدستور الجديد هذا ما لدي عود اليك محمد شكرا لك عسين